موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهل وسهل بكم الحمد لله يا ربي نحن نحن نصر وتعالويدان في شرق البلاد وهيضا في عدة ولاية وسطة رايح الويدان هاي هكذا وهذا بشت تعمر لناب وكذلك السودود وطبيعة عيش ودنيا واللي موين ما كانش باركة في القليلة صمت شوية وما زال الخير قدامي إن شاء الله نحن نشوفوا الحال كيفاش رح يكون صابعة حتى دي الأربع هادي دي بكروا أزكى هلور نقدر نقوله عمو من بعد الغيوم وبعد الأمطار تقدر تهم بعد الولايات الشرقية كولاية عينتيموشنت بنصعف غزوات منطقة وهران حتى المستقانم غيوم كتيفة على الولايات السواحينية الوسطى كتيبازاب ومردس الجزائر عاصمة حتى اللي بجاية واسمه مولى بادالة شرق البلد والهضب العليا زي ما اسمه عمو من صافيا إلى قلة الغيوم على الجنوب الكبير خاصة على السحراء الوسطى هدي مع الصبح خلال الظاهرة إن شاء الله الحال بيتخيرش على كل حال تبقى بعد الغيوم الكتيفة تقدر تمت بعد القطرة على الأمطار على السواحين الوسطى بسبيل المثال حاصمة ولا تيبازاب ومردس فقط بينما على غرب البلاد من مستغان محتى منطقة الحدودية لتم الغيوم بعد الأحيان كتيفة واسمه قليلة الغيوم من الصافية على الشرق البلاد وكذلك عند الجنوب الكبير تكون جزوا لدرجات الحارة ننتظرها صباحة هذه الأربع يبكروا برد الحلم جاءت لهيضة بالعليا وانتوا قريب بالدرجة واحدة حتى السيف واش نحسوه حتى الخمسة إلى سنة درجات حتى السيف كما منطقة السطيف كما الجلبة كما تيارت كما منطقة البيض البيض سيت الشيخ منطقة قسمطينة حوالي ثلاثة إلى أربع درجات اللهم ما نحضرش على المنجلية درجة واحدة فقط تبسى زوج درجات غردية ستة تسعة بالعاصمة بازاب ومردس بجاية مستغان موهر بالإصاف غزوات تسعة بورقلة تسعة بجانة تسعة بحسيم سعود تناش بيعين صالح تيميمون أضرار المناعة وأيضا رقان وأولف ستاش إلى تمنتاش درجة على أقسى الجنوب الجزائري فيما يخص درجة الحرارة الخير للظاهرة إن شاء الله من بعد الآماكن وينتكون سميشها العاصمة تلتاش درجة مقردية أنا فصلية على كل حال تلتاش هي وجيجلس كيكدا اتعرف منطقة مستغان مم تلتاش إلى بعطاش درجة هي وهرا ما كاش فرق ما بين السواحي المناطق الشاملية والمناطق الجنوبية خاصة للواحات شامل الصحراء وين خمستاش درجة على ورقلا سبعتاش في بشار بني ونيف أيضا منطقة تعبادلا منطقة تندو في غارج بيلات فورلوت في منطقة كدليك بني عباس تبلبالا كل هذه المناطق ما بين واحد وعشرين تنين وعشرين درجة الهوغر والتفصيلي ثلاثة وعشرين وعن صلاح تسعتاش وعشرين بأضرار والتسعة وعشرين لثلاثين درجة على أقصى الجنوب لكون جزر الملاحة والصيد البحري الريح طاح على كل حال ميت وشور كين تموجة تلاول هديك لتخلي البحار شو يبهول وشن نتجاه تعريح لتكون ما بين عشرين تلاثين كيلو متر ساعة ماكسيمم حاجة مايش قوية ضعيفة على كل حال وانتجاه تعريح يكون الغربي الغربي جنوبي غربي لغربي شمالي غربي وفيما يخص الرؤية كن من ربعة إلى ثملة أمية البحرية كالعادة نختم هذه النشر الجوية دائما بهذه المعلومات الفلكية اللي تهم الجزائر العاصمة وضوحها لذي الأربعة عشر جنوبيه الفين وعشرين وهذه العنوية الإلكترونية في خدمتكم شورك وغروب السمش على العاصمة وضوحها ربي دوم قوستوكم ويام العاش اشتركوا في القناة